توج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء توج سبسيان فيتيل متسابق فريق فراري سكوديريا الفائز بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخريج للفورميلا 1 2017 الجولة الثانية من موسم هذا العام لويس هاملتون من مرسيدس اي ام جي بيتروناس وفالتري بوتاس من مرسيدس اي ام جي بيتروناس في المركزين الثاني والثالثة وهنا سموه الفائزين والفرق المشاركة على ما قدموه من أداء متميز في أجواء تنافسية تملاوها الحماسة في حلبة البحرين الدولية موطن انطلاقة الفورميلا 1 في الشرق الأوسط مواري بن سموه عن الفخر والاعتزاز بالطاقات البحرينية التي قامت مجددا بتقديم هذا النجاح إلى العالم من خلال هذا الحدث العالمي الذي يضيف بشكل كبير إلى رصيد مملكة البحرين في الانجازات النوعية ذات المردود المستدام مواري بن سموه عن شكره وتقديره العميق لجميع الجهود المخلصة في جميع المواقع التي أسهمت في إظهار هذه الفعالية للعالم بصورة مشرفة تليق باسم مملكة البحرين والذين أثبتوا كفاءتهم من خلال إسهامهم في نمو نطاق هذا الحدث الرياضي على مستوى المنطقة وقال سموه إن الاهتمام الدولي خلال أيام سباق البحرين الثلاثة والإقبال الكبير على حضور السباق تأكيد على الموقع الحيوي للمملكة وهو تذكير بهمية مواصلة العمل الدؤوب لبلوغ أشواط أكبر في النجاحات والمكتسبات معربا سموه عن ثقته في قدرة أبناء البحرين الذي يؤكد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة يؤكد أنهم الثروة الحقيقية التي يباهي بها الوطن وقال سموه إن تضافر الجهود من أجل إخراج سباق البحرين بأبهى صورة كل عام على المستوى العالمي كان له انعكاساته الإيجابية التي تجاوزت مدى مضمار السباق ليكون لها أثر إيجابي على تنامي عدد من القطاعات الهامة بشكل مباشر وضاف سموه إن مشوار الفورميلة واحد في البحرين الذي أعلنه هدير المحركات في أول جولة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة ون في 2004 وما اتسم به من الاستمرار في إثبات قدرة البحرين على النجاح والتألق قد توازى مع جملة واسعة من التطور والتقدم في العديد من القطاعات الحيوية في المملكة مما يجسد الوجهة التي حددتها مملكة البحرين على مواصلة مسيرتها بروح الإصرار والتحدي وقام سموه قبل انطلاقة السباق اليوم بجولة في مرافق حلبة البحرين الدولية التقى خلالها كبار الضيوف والفرق والمنظمين وجماهير السباق حيث رحب سموه بجميع الحضور ومن داخل وخارج البحرين في هذا اللقاء المتجدد الذي يزاد تألقا بتفاعلهم شاكرا سموها المواطنين في مملكة البحرين الذي جسد وكالمعتاد الصورة الراقية للشخصية البحرينية الأصيلة